تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين السيسي وبايدن اتفق على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح بالتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين وأوضح متحدث الرئاسة أنه تم التوافق خلال الاتصال بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالتنصيق مع الأمم المتحدة كما بحث الرئيسين السيسي وبايدن خلال الاتصال الجهود المبذولة للدفع وأحياء مسيرة السلام بشرق الأوسط واتفق على استمرار التشاور وتنصيق الجهود خلال الفترة المقبلة تواصل مستشفيات شمال سيناء برفع درجة الاستعداد وتفعيل إدارة الأزمات لاستقبال الحالات من قطاع غزة وقامت الدولة بدعم مستشفيات محافظة شمال سيناء بالكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الاستفادة من أطباء الجامعات المصرية كما تم وقف إجازات الأطباء والتمريد ورفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف لاستقبال الجرحة الفلسطينيين فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار لدواعي إنسانية في قطاع غزة وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت ومن جانبه عبر المندوب الرئيسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلين بنزيع عن أسفه لبقاء المجلس رهينة الوفود الغربية ومن جانبها قالت مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن اللانا نسيبة إن المدنيين في غزة وجونا حربا هوجاء من دون ملاب أهم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء من أمناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ليصل إلى 2837 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الجاري وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين ارتفع إلى 12 ألف شخص وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني فإن أكثر من ألف شخص مفقودين تحت أنقاذ المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في مختلف أنحاء القطاع حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من انتشار الأمراض في قطاع غزة جراء نقص المياه واستخدام الناس للمياه غير الصالحة للشرب وقالت المتحدثة باسم الوكالة جوليد تومع إن المياه لا تزال منقطع عن معظم السكان في غزة وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن المياه والوقود والقهرباء قد تنتهي في غزة في غضون 24 ساعة القادمة أعلنت بلجيكا مقتل شخصين يحملان الجنسية السويدية في العاصمة بروكسل برصاص مسلح أطلق النار عليهم ولز بالفرار على دراجة نارية ومن جانبه وصف رئيس الوزراء البلجيكي أليكساندر دي كرو الحادث بالاعتداء الجبان داعيا مواطني إلى وحدة الصف في مكافحة الإرهاب وأعلن متحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية المكلفة بملفات الإرهاب بفتح تحقيق في الهجوم ورياضيا حسم التعاذ الإيجابي بهدف مثله مباراة المنتخب الوطني ونظره الجزائري الودية التي أقيمت على ملعبها الزعب زايد في مدينة العين الإماراتية تقدم حمدي فتحي بهدف المنتخب الوطني قبل أن يدرك إسلام سليماني التعادل للمنتخب الجزائري تأتي المباراة المودية في إطار معسكر المنتخب الوطني استعدادا لبدء مشوار تصفية مؤهلة لكأس العالم 2026 وكذلك منافسة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوتيفور ختام المجزئات الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر